السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بنا نبدأ موضوع جديد البولر كوردينيت بولر بنا نتعلم في محضرة اليوم على نظام جديد للنقاط هذا النظام اللي هو البولر كوردينيت انت قبل هيك كنا نعرف لما كان يعطينا المحورين هاي محور الX axis والY axis اقول لك بنا نعين النقطة 2-3 2 بعدها عن محور السناد وحدتين وعن الصادات 3 فهي النقطة 2-3 lies in the first quadrant لما كنا نحكي النقطة مثلا minus 2 minus 1 هاي البوينت تقع في الXY plan minus 2 minus 1 رح تكون هاي البوينت في اي ربع في الثرد كوادرانت اليوم من نتعرف على البولر كوردينيت سيستم البولر كوردينيت سيستم هم عبارة عن نقاط ولكن ما عم بتكونوا من النقطة X و Y النقطة في البولر رح تكون هي عبارة عن R وثيتا فننشوف ما هي R وما هي ثيتا في الXY plan كانت النقطة هي عبارة عن X و Y فالنقطة R وثيتا R سوف تكون هي تمثل طول شعاع وثيتا سوف تكون هي زاوية رح يكون في عندنا الانيشيال R هذا هو المحور الاساسي رح يكون عندنا ورح نشوف كيف ممكن نمثل النقطة في البولر فلو أعطيك نقطة بولر هي عبارة عن تينين باي على أربعة معنى هذا الكلام تينين هي R تمثل وبي على أربعة ثيتا إنه بدي أرسم شعاع طوله تينين ويصنع زاوية مقدارها باي على أربعة مع الانيشيال ر هل عندما تكون الزاوية موجبة بدنا نمشي counterclockwise معناته رح أمشي زاوية مقدارها باي على أربعة ورح أرسم شعاع هذا الشعاع طوله كم وحدة تينين وهاي الزاوية هي باي over four فهذا هو الانيشيال ر وهاي هي النقطة R ثيتا لاحظ طبعا ثيتا قد تكون positive وقد تكون negative إذا كانت positive إذا كانت positive سوف يكون الاتجاه counterclockwise اللي هو عندنا counterclockwise اللي هو عكس عقارب الساعة فأكون أنا في هذه الحالة مثلت النقطة ليس بدلالة counter x والy وإنما بدلالة متغير جديد R وثيتا لو كانت الزاوية سالب two minus by over four الانيشيال الانيشيال راح نمشي معها قارب الساعة وبالتالي راح أرسم شعاع طوله كم وحدة وحدتين فهذا الشعاع طوله وحدتين وهاي الزاوية هي minus by over four لو أخذنا الpoint two by over four plus two by معناه هذا الكلام عندنا الانيشيال راح أعمل دورة كاملة وبعدين by over four فلاحظ هاي النقطة هي نفس النقطة اللي كانت عندناها في example one فالبولر coordinate is not unique يعني ممكن نقطة في البولر أقدر أوجد لها أكتر من تمثيل لها now لو كانت ال R negative لو كان عندنا minus two and by over four شعن ال R negative ال R negative ما في طول سالب وإنما السالب تاني على امتداد الشعاع فأنا لو جيت رسمت النقطة two by على أربعة فالنقطة المطلوبة عندنا الآن كونه R minus معنى هذا الكلام أن النقطة سوف تكون على امتداد الشعاع أو بمعنى تاني كنا نحكي أنه عكسها في الاتجاه فهذه النقطة فعليا هي تقع في أي ربع في third quadrant فإذا كانت R negative يعني على امتداد الشعاع وإذا كانت الثيتا negative فدوران مع قارب الساعة فلاحظ النقطة minus R ثيتا هي فعليا هي فعليا لو أخذنا النقطة minus R ثيتا هي فعليا سوف تكون على امتداد الشعاع R يعني لو أخذنا for example الpoint minus three minus buy over كيف رح أمثل هاي الpoint أكيد الزاوية سالبة مع أنه الزاوية سالبة سيكون الدوران مع قارب الساعة ولكن لن يكون الشعاع طوله اللي هون ثلاثة سوف تكون الpoint على امتداد هذا الشعاع فالpoint سوف تقع في أي ربع في second quadrant تهاي هي الpoint الpolar حسنا الزاوية ناو بننسأل تقال what is the relationship what is the relationship between the relationship between polar between the polar and rectangular coordinate طبعا الpolar coordinate المقصود في R وثيتا والrectangular coordinate المقصود في X والY and rectangular and rectangular coordinate okay بنشوف العلاقة اللي بينهم وبناء علي النعم in general ناو لو أخدت النقطة في الXY يبلين هاي النقطة في الXY يبلين تمثلا النقطة XY مين هي الX هي بعدها عن origin فهي المسافة X وفعليا هاي هي المسافة Y ناو لو أخدت نفس الpoint مثلنا هاي الpoint في البولر رسمت شعاع طوله R وبزاوية مقدارها ثيتا فهاي الpoint في البولر هي عبارة عن مين R وثيتا كلاهما نفس الpoint بقعوا في الربع الأول لكن النقطة الأولى مثلتها بدلالة الX والY ونقطة الثانية مثلتها بدلالة البولر كوردينات هلأ لاحظ عنا مثلث قائم الزاوية أول علاقة ممكن أستنتج بتربط هدول الثلاث متغيرات إنه R هي عبارة عن X تربية زائد Y سكوير المثلث قائم الزاوية بإمكاننا برضو من خلال المثلث هاي الزاوية كوساين ثيتا هو عبارة عن X على R معناته ال-X هي عبارة عن R كوساين ثيتا ومن خلال اللي تريانجل واضح إنه ساين ثيتا هو عبارة عن الساين مقابل على وتر فمعناته ال-Y هي عبارة عن R ساين ثيتا بإمكاني أستنتج علاقة ل الثان فلاحظ هدول الثلاثة مع بعض الثلاث علاقات اللي نعرف هو تربط البولر بالريكتانجولر فأول إشي ممكن أسألك إنه given point given point in ريكتانجولر and find the polar ما بالعكس إنه given a point arrow سايتا and find the ريكتانجولر كوردينيت ما منقدر نتحرك ونجاوب هدول السؤالين إلا من خلال العلاقة العمالها بتربط الريكتانجولر كوردينيت مع البولر كوردينيت so for example find find the points in find find the rectangular find the rectangular coordinate coordinates of the points of the points بدا نطلب ريكتانجولر كوردينيت معناته المطلوب من إيجاد x و y وعطيتك r و theta فلو لو أعطيتك point zero سالب pi هلأ لو جريت بدي أرسم هاي point zero سالب pi كيف رح أرسمها لاحظ minus pi minus pi رح تكون بهاي الطريقة شو عطوله zero فأنا بكون تحركت بهذا الاتجاه فهاي قيمة r وهي قيمة theta من هي x بدنا الريكتانجولر هي r zero في cos theta اللي هو رح يعطينا zero وما هي y r في sin theta اللي هي أعطتنا zero فعليا لما رسمناها هي origin فالنقطة في الريكتانجولر هي بارة عن zero zero لو أخذنا point minus four minus three pi over two هاي النقطة في البولر اللي هي عبارة عن سالب ثلاثة على تدين وحيكون الشواء سالب أربعة على امتداده فهي فعليا هاي البوين تقع على محور الصادات السالب فلو بدي أحولها الريكتانجولر x equal r cos theta اللي هي رح يعطينا الجواب zero وال y عبارة عن r sine السالب ثلاثة pi على ثنين اللي هو جيب على واحد سالب أربعة فهاي النقطة تمثل في الريكتانجولر كوردينيت اللي هي النقطة zero minus four وبإمكانك إنك تحاول تجد الريكتانجولر كوردينيت للنقطة سبعة و سبعتاش pi over six فلاحظ هاي r وهاي theta فبدك تكون حافظ الساين والكوساين لهذه الزاوية هلأ بدنا نسأل السؤال بالعكس إنه بدنا نجد البولر كوردينيت وأعطيك النقطة في الريكتانجولر كوردينيت وطبعا ما رح يكون البولر إلا يعني رح يكون لها تمثيل واحد رح يكون لها أكتر من تمثيل إلا إذا كتبتلك شروط على السؤال for example find a polar coordinate find a polar coordinate for the point لو أعطيتك شرط أنا بدي الشرط إنه تكون r positive وتكون theta between 0 and 2 pi لو ما حطت لك أي شرط بدي أطلع أكتر تمثيل للنقطة بدلالة البولر لو أخذنا النقطة الأولى سالب جذر 3 1 هلأ هاي النقطة بدلالة ال x وال y لو بدي أجأ أمثيلها بدلالة ال x وال y واضح إنه هاي ال point سالب جذر 3 1 تقع في أي ربع تقع في الربع الثاني إذن هاي النقطة تقع في second quadrant فهاي ال x وهاي ال y فالمطلوب من إيجاد r و theta so r square equal x square plus y square equal 4 معناته r equal plus or minus 2 حددت أنا بالسؤال بدي r positive r equal 2 في r equal 2 معناته cos theta equal x على r وسine theta equal y على r ما هي الزاوية اللي رح يكون إلها sin نص والج بسالب جذر 3 يعني لحظ cos negative والsine positive معناته هاي الزاوية رح تكون في أي ربع في second quadrant والزاوية theta هي عبارة عن 150 الزاوية theta هي عبارة عن 150 معناته ما هي النقطة r theta النقطة r theta هي عبارة عن 2 و 150 درجة هلأ بدأك تحول إلى 150 بدلالة بإمكانك تحولها بهاي الطريقة إذا ما كنت أنت حافظها فال150 درجة بدي أكتبها بدلالة الباي هي تكافئ 150 باي على 180 اللي هي هاي رح تعطيك اختصر على 3 5 باي على 6 فما هي النقطة هي 2 5 باي 6 هلأ لاحظه واحدة لأنه ثيتا بدأت تكون من 0 ل 2 باي فرح أخذ فقط هذا الجواب لكن ممكن إنه لو هاي الزاوية ضفتلها 2 باي برضو رح يعطينا نفس البوينت إن لو حكينا 2 5 باي على 6 بلاس 2 باي برضو هاي عم تعطينا نفس البوينت إن جنرال بلاس 2 n باي لو وضعت لك بش سؤال طبعا إحنا قلنا البولر is not unique لو كانت ال r negative فممكن ألاقي another point if r is negative يعني إذا كانت r equal سالب 2 في هاي الحالة سوف يكون cosine theta هو عبارة عن x سالب جذر 3 على سالب 2 يعني جذر الثلاثة على 2 وسين theta بده يكون واحد سالب نص هلأ لاحظ عندك sine negative والcosine positive معنا واضح إلا إن الفيتا هي سالب 30 يعني فعليا هي عبارة عن سالب باي على 6 معنا تقدر ألاقي البوينت في البولار minus 2 minus pi over 6 لو حاولت ترسم هاي البوينت لاحظ هاي السالب pi على 6 وراح تكون البوينت هي على امتدادها فحصلنا على برضو نفس البوينت اللي هي تقع في أي ربع في second quadrant حاول إنك اتحل إنك تجد الكم homework يعني بدنا نلاق البولار coordinate لل point سالب 2 2 جذر 3 فهاي النقطة بدلالة X وال Y النقطة 1 1 point سالب 3 1 فهات تبرا إذن هدول النقاط بال X وال Y لحظ ما عطتك شروط على R فبدك تطلع كل الاحتمالات الممكنة للنقطة اللي بتكون في Polar coordinate إن شاء الله المحاضرة القادمة رح نتعرف أكتر كيف نعرف الشكل في البولار إنت كنت ترسم الشكل بدلالة Y وال X كنا نرسم الشكل لما كان parametric equation إذا كان الفونكشن R is a function of theta رح نسأل سؤالين كيف إمكاننا نرسم هذا الشكل كيف إمكانك how to find the slope and how to find the arc length ترجمة ترجمة